أن بالنسبة للفكر الإسلامي لا فرق في الإسلام لذلك نجد أن هناك علماء المسلمين انقسموا بين أن الزبيح هو إسماعيل وفريق آخر قال الزبيح إسحاق وفريق ثالث قال لابد أن نتوقف سواء إسماعيل أو إسحاق الاثنين أنبياء بالنسبة للفكر الإسلامي ولذلك يعني رؤيتنا أو رؤية المسلمين لهذه القضية لا تشكل يعني مشكلة كبيرة إذا ما كان إسماعيل أو إسحاق لكن إذا نظرنا إلى ما ورد في العهد القديم يعني إذا قلنا أن ورد في العهد القديم يعني صدور الأوامر لإبراهيم بأن يأخذ ابنه وحيده ابنك وحيدك إسحاق من هو الوحيد في ذلك الوقت؟ الوحيد في ذلك الوقت كان إسماعيل لأن لو كان إسحاق هو الزبيح أو الأمر صادر بالنسبة لإسحاق كان حيكون فيه لأن إسماعيل ولد قبل إسحاق كان يكون ابن آخر ب13 عام ولذلك يعني طيب 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 يعني هناك من يقول أن الوحيد بالنسبة لإبراهيم هو إسحاق لأنه من من سارة لكن هاجر هي كانت أمة ولا يعتبر الإبن يعني له وضع ولكن لماذا لم يقول ابن سارة الوحيد ولكن طالما قال أن ابنك الوحيد لإبراهيم يبقى سواء هاجر أو سارة أو غيرهما فهو الوحيد في ذلك الوقت لإبراهيم يعني وحيد إبراهيم وليس وحيد هاجر أو وحيد سارة